إلى هذا يعاني مسلحو تنظيم داعش انهيارات ومشاكل نفسية وانشقاقات داخل صفوفهم من جراء إنجازات الجيش العراقي والحشد الشعبي مع مواصلة الجيش العراقي والحشد الشعبي التقدم على أكثر من جبهة لطرد تنظيم داعش من المحافظات التي يسيطر عليها فأن مسلحي هذا التنظيم يعانون مشاكل وانهيارات نفسية جراء الإنجازات النوعية التي تحققها القوات المشتركة تم سداف أكثر من مقر ومضافات وأماكن لعقد اجتماعات قيادات مهمة للتنظيم الإرهابي أدت تلك الضربات إلى قتل العشرات من قيادات هذا التنظيم وأدت بظلالها إلى انكسار في الروح المعنوية وهناك تدني كبير وانهزام وانكسار وأيضا هروب لقيادات مهمة وأعضاء من هذا التنظيم وتتجلى هذه الانهيارات في ظهور انشقاق داخل صفوف المسلحين فيما أعدمت بعض القيادات شراء هروبها من مناطق القتال أسبوعين المضت كان هناك بعض الشخصيات أو أمة الجومة في خطبة الجمعة كان هناك انتقادات لاذعة لذلك بدأت أن تنظيم داعش بقتل المدرسات الشيوخ العشائر بعض الرجال الدين العملية الأخرى التي أثرت في الحرب النفسية لداعش أن هناك هروب لبعض قيادات داعش وهذا لم يسجل عليهم كمؤشر وأيضا اتخذ البغدادي قرارات بمعاقبة بالجلد والسجن وحتى وصلت قضية الاعدامات ببعض القيادات حتى يكونوا عبر الآخرين ويرى محللونة أن التقدم الكبير للجيش والحشد الشعبي كان له التأثير في هذه الانهيارات في صفوف المسلحين ولسيما مع اكتشاف المواطنين الذين رزحوا تحت ظلم داعش حقيقة هذا التنظيم أنا أعتقد التقدم اللي صار بالأرض التقدم بالإعلام التقدم في كثير من القضايا أصبحت الوضع النفسي الداعش فيه تأثيرات كبيرة الخسارة المتلاحقة فضلا عن قضية مهمة يعني الناس المجدين تحت ظل سيطرة داعش في الموصل وفي الأنبار كشفوا عن حقيقة هذا التنظيم وجراء ما البشعة استمرار إنجازات الجيش والحشد الشعبي يعني المزيد من التقهقر لهذا التنظيم الذي شوه صورة الإسلام السمح شكرا